الفهم المقاصدي للسنة النبوية اعداد الاستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف منبر التجديد صوت الوسطية من الاوقاف المصرية إن الله لا يغير ما بقوم حتى أن يغير ما بأنفسه النموذج الرابع فهم أحاديث صدقة الفطر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب وعن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير مداني من قمح أو سواه صاع من طعام وفي نسخة مداني من البر وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرد النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان ليعطي عن بنية وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين والسمراء هي الحنطة وفي رواية مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية ابن أبي سفيان حاجا أو معتمرا فكلم الناس على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال إني أرى أن مدين من صمراء الشام تعدل صاعا من تمر فأخذ الناس بذلك وفي لفظ كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير حر ومملوك من ثلاثة أصناف صاعا من تمر صاعا من أقط صاعا من شعير فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر وروا الإمام البخاري في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لأهل اليمن أعطوني بعرض ثياب خمس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرى أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة والأصل في الصدقة إغناء الفقير وتحقيق صالحه وإذا كان أهل العلم يؤكدون أنه حيث تكون المصلحة يكون شرع الله فقياسا عليه حيث تكون مصلحة الفقير في صدقة الفطر تكون الأفضلية فلو كان حال الآخذ وظروف الزمان تجعل الأولوية للطعام فذاك وإن كان حال الفقير وظروف الزمان تجعل المصلحة في القيمة أو النقد فذلك وهذا سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما يجعل نصف صاع مدين من الحنطة عدل صاع من التمر فيجعل القيمة أساسا في إخراج الصدقة ولو لم تكن القيمة معتبرة عنده لما جعل نصف صاع الحنطة عدل صاع التمر ومقابلا له وكافيا عنه وهذا سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه يراعي مصلحة المعطي والآخذ معا فيقبل من أهل اليمن الثيابة بدل الزرة والشعير ويعقب بقوله ذلك أيصر لكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فراعى المصلحة المعتبرة والمقصد الأسماء وهو من هو بين الصحابة في الرأي والعلم والاجتهاد والنظر وكان أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى يقول الدقيق أحب إلي من الحنطة والدرهم أحب إلي من الدقيق والحنطة لأن ذلك أقرب إلى دفع حاجة الفقير وقد نص الفقهاء على إخراج زكاة الفطر من غالب قوت البلد وقد يكون غالب قوت البلد من غير الأصناف المنصوص عليها في الحديث فبعض البلاد غالب قوتها القمح وبعضها غالب قوتها الذرة وبعضها غالب قوتها الأرز فإقرار الفقهاء لغالب قوت البلد إنما هو للتيسير على مخرج الزكاة ومراعاة مصلحة الفقير في آن واحد على نحو قول سيدنا معاذ لأهل اليمن ذلك أيسر لكم وأنفع لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومن يتأمل الواقع في زماننا ومكاننا وعصرنا يرى أن إخراج القيمة في الغالب الأعم هو الأكثر نفعا للفقير من حيث سعة التصرف في النقد وهو أدرى الناس باحتياجه ومتطلباته كما أن الزكاة إذا جمعها الفقير حبا أرزا أو برا أو شعيرا غالبا ما يلجأ إلى بيع هذه السلعة بنصف قيمتها أو أقل أحيانا وهو ما ينعكس سلبا على مصلحة الفقير ورؤيتنا أن القيمة أنفع للفقير في زماننا هذا وعلى ذلك فإننا لا ننكر على من أخرج زكاة فطره من الأصناف المنصوص عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من أخرج أنواع أخرى من الطعام أو الحبوب قياسا على فعل سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وإقرار جمهور الصحابة له ولا على من أخرج القيمة فالأمر على السعة فلا إنكار في المختلف فيه بين أهل العلم المعتبرين والقاعدة إنما ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه منبر التجديد صوت الوسطية من الأوقاف المصرية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه ترجمة نانسي قنقر